السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإزايكو حلوين يا رب كلكم طيبين وخير وأهلا بكم جميعا في قناتي أنا مروة زهرة إن شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصف الرابع الابتدائي في مادة الدراسات الاجتماعية هشرح معاكم النهاردة الدرس التالت من الوحدة التانية بعنوان الأماكن السياحية والأسرية في بلدنا ضلح السرقم تمانية كل الحصص اللي أنا شرحتها هسيبها لكم في صندوق الوصف كل اللينكات في صندوق الوصف اللي بيظهر لحضراتكم بمجرد ما تضغطوا على عنوان الفيديو وقبل ما أبدأ الفيديو باتمنى لو أنا بقدم لحضراتكم معلومة مفيدة كلكم تدعموا الفيديو بأكبر عدد من اللايقات وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل علشان يوصلوا لكم إشعارات للفيديوهات الجديدة اللي أنا هنزلها إن شاء الله وفي البداية عنوان الدرس الأماكن السياحية والأسرية في بلدنا أول جملة موجودة في الدرس يقول إن مصر بلد سياحي له تاريخ عريق منذ أكتر من سبع تلاف سنة مصر بطبعها بلد سياحية لها تاريخ عريق جدا منذ أكتر من سبع تلاف سنة وكمان عاش على أرض مصر الكثير من الحضرات بداية من الحضرات المصرية القديمة والحضرات اليونانية والرومانية والقطية والإسلامية تاني نقول الكلام ده بالراحة أول حاجة مصر بلد سياحي له تاريخ عريق منذ أكتر من سبع تلاف سنة رقم اتنين عاش على أرض مصر الكثير من الحضرات بداية من الحضرات المصرية القديمة وركزوا في الحضرات علشان هتجيلكوا تاني في نهاية الدرس الحضرات المصرية القديمة اللي هي الحضرات الفريونية والحضرات اليونانية والرومانية والحضرات القطية والحضرات الإسلامية دي المقدمة اللي موجودة في الكتاب في بداية الدرس رقم 2 بيتكلم بقى على الأماكن السياحية اللي موجودة في مصر وأول حاجة بدأ يتكلم عنها يتكلم عن مدينة شرم الشيخ وبرج القاهرة والمتحف القومي للحضارة المصرية تاني الدرس بيعرض أهم للأماكن السياحية في مصر وبدأ يعرض لأول حاجة مدينة شرم الشيخ رقم 2 برج القاهرة رقم 3 المتحف القومي للحضارة المصرية هنبدأ نشرح كل واحد من دول في كلام بسيط جدا وملخص الدرس سهلي جدا 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 لأول حاجة أنشرحها مدينة شرم الشيخ أولا بتقع في جنوب سيناء بتتميز بمناخها المعتدل ومناظرها الخلابة يعني إيه مناخها المعتدل ومناظرها خلابة؟ يعني مناخها دايما بنكون مناخ ملائم ومعتدل ومناظرها خلابة يعني موجود فيها الجبال الشاهقة هو بيذكر في الدرس بيقول المناظر الخلابة مثل الجبال الشاهقة يعني الجبال المرتفعة ومياه البحر الأحمر الصافية والشعاب المرجانية الملونة تاني مرة تانية أول حاجة في الأماكن السياحية عند فمصر بدأ يتكلم عن مدينة شرم الشيخ وبيقول إن مدينة شرم الشيخ دي بتقع في جنوب سيناء دي رقم واحد رقم اتنين تتميز بمنخها المعتدل ومناظرها الخلابة مثل أول حاجة جبال الشاهقة ومياه البحر الأحمر الصافية والشعاب المرجانية الملونة رقم اثنين كمان ودي نقطة مهمة جدا اخترتها منظمة اليونسكو علشان تكون افضل مدينة سلام على مستوى العالم يعني ايه الكلام ده يعني منظمة اليونسكو لقبت مدينة شرم الشيخ بمدينة السلام بسبب قصرة الاجتماعات والمؤتمرات التي عقدت في مدينة شرم الشيخ وكانت تدعو الى السلام العادل بين الدول كلام بسيط جدا تقدروا تقولوا تاني لوحبكم من غير ما تبصوا في الورقة اللي أنا كان بها دي اول حاجة مدينة شرم الشيخ بتقع في جنوب سيناء تتميز بمواخها المعتدل ومناظرها الخلابة مثل الجبال الشاهقة مياه البحر الاحمر الصوفية الشعاب المرجانية اطلقت عليها منظمة اليونسكو لقب مدينة السلام بس ادى الكلام على مدينة شرم الشيخ هنتميقل رقم اثنين على برج القاهرة برج القاهرة برضو كلام عليه سهل جدا بيقع في جزيرة الزمالك في نهر النيل عندي جزيرة نهر النيل اسمها جزيرة الزمالك برج القاهرة موجود في قلب جزيرة الزمالك دي رقم اثنين بيعتبر من ابرز المعالم السياحية الحديثة في القاهرة ركزوا على كلمة الحديث عشان بيجيلكوا في الصحة والغلط وفي الاختياري بيعتبر برج القاهرة من ابرز المعالم السياحية الحديثة في القاهرة دي رقم اثنين رقم ثلاثة صممه المهندس يعني اللي نفزه أو اللي بناه صممه المهندس الراحل اسمه نعوم شبيب على شكل ظهرة اللوتس المصرية وتعد رمز من أحد رموز الحضارة المصرية القديم نقول تاني أول حاجة برج القاهرة ضب يقع في جزيرة الزمالك في نهر النيل بيعتبر من أبرز المعالم السياحية اللي موجودة في مدينة القاهرة صممه المهندس الراحل الرحل يعني المتوفي اسمه نعوم شبيب على شكل ظهرة اللوتس يعني برج القاهرة ده واخد شكل ظهرة اللوتس المصرية اللي بتعتبر رمز من رموز الحضارة المصرية القديمة نقول مرة تانية برج القاهرة بيقع في جزيرة الزمالك في نهر النيل من أبرز المعالم السياحية الحديثة في القاهرة صممه المهندس الراحل نعوم شبيب وكان التصميم ده على شكل ظهرة اللوتس اللي بتعتبر رمز من رموز الحضارة المصرية القديمة رقم ثلاثة عندي المتحف القومي للحضارة المصرية وده رقم ثلاثة في الأماكن السياحية الموجودة عندي في قصر المتحف القومي للحضارة المصرية ده بيقع في قلب مدينة الفسطات في القاهرة بيقع في قلب يعني المكان بتاعه موجود في قلب مدينة الفسطات في القاهرة والفسطات دي كانت عاصمة مصر في عصر عمر بن العاص الكل فسطات دي اختارها أو اتخذها عمر بن العاص العاصمة للقاهرة ودلوقتي بيقولك أن المتحف القومي للحضارة المصرية ده بيقع في قلب مدينة الفسطات في القاهرة تم افتتاحه في اليوم العالمي للتراث وخذنا اليوم العالمي للتراث وهو المعروف في يوم 18 إبريل في عام اليوم العالمي للتراث ده يوم 18 إبريل لكن المتحف ده تم افتتاحه في اليوم العالمي للتراث يوم 18 إبريل في 2021 يعني السنة اللي فاتت أول حاجة تاني بتم افتتاحه في اليوم العالمي للتراث اليوم ده كان موافق 18 إبريل 2021 21 بعد كده بيقول انه بيعتبر هو الاول من نوعه في مصر والعالم العربي هو المتحف الاول من نوعه يعني النوع ده ما فيش اي متحف اتعمل بالشكل ده قبل كده بيعتبر هو الاول من نوعه في مصر والعالم العربي هو الاول من نوعه في مصر والعالم العربي ليه بما تفسر ليه ليه بيعتبر هو الاول من نوعه يعني ما فيش متحف زيه قبل كده في مصر وفي العالم العربي كله ليه علشان ايه قال عشان اول حاجة المتحف ده بيقدم نظرة شاملة عن الحضارة المصرية عن طريق عرض قطع أسرية بتساعد الزائر على فهم الحضارة المصرية عبر العصور من العصر المصر القديم والعصر اليوناني والروماني والكبت والإسلامي لحد العصر الحديث والمعاصر يعني ايه الكلام ده يا مسي؟ يعني المتحف ده بيقدم لك نظرة شاملة عن الحضارة المصرية يعني بيعرض قدامك الحضارة المصرية بيعرضها ازاي؟ بيعرضها على شكل قطع أسرية القطع الأسرية دي بتساعد الزائر اللي جاي يزور المتحف أنه هو يقدر يفهم الحضارة المصرية يقدر يفهم العصر المصر القديم يعني مثلا القطع الأسرية دي ممكن تكون قطعة لتمثالته عن خامون قطعة للهرم الأكبر، الهرم الأوسط، الهرم الأصغر الملك خوفو، الملك خفرع، الملك منقرع قطعة أسرية مثلا لأحمس، لحاتش بسوت، نيفرتيتي، الملكة كوليوبترة كل دي اسمها القطع الأسرية اللي موجودة داخل المتحف ده والقطع الأسرية دي بتعبر عن الرصور اللي مرت بها الحضارة المصرية بداية من العصر المصري القديم، العصر اليوناني، العصر الروماني، العصر القطي، العصر الإسلامي، العصر الحديث يبقى تاني أول حاجة بتكلم عنها أنتوا تفهموا الكلام ده وتبدأوا تعبروا عنه بطرائقكم المتحف القومي للحضارة المصرية ده بيقع في قلب مدينة الفستاط في القاهرة وتم افتتاحه في اليوم العالمي للتراث الموافق 18 إبريل في عام 2021 وبيعتبر هو الأول من نوعه في مصر والعالم العربي عشان كده بيقدم نظرة ليه بما تفسر بيعتبر هو الأول من نوعه في مصر والعالم العربي علشان بيقدم نظرة شاملة للحضارة المصرية عن طريق إيه؟ عن طريق عرض قطع أسرية القطع الأسرية دي بتساعد الزائر في فهم الحضارة المصرية عبر العصور من العصر المصري القديم والعصر اليوناني والروماني والقبطي والإسلامي والعصر الحديث والمعاصر دي المتحف القومي للحضارة المصرية هنتناول بعد كده كمان الأماكن الأسرية احنا كنا بنتكلم دلوقت على الأماكن السياحية دلوقت هنبدأ نتكلم على الأماكن الأسرية عن الأماكن ليفها أسار في مصر الأماكن الأسرية في مصر بيوجد في مصر أماكن أسرية زي إيه بقى؟ زي الأهرامات وبالهول وكمان حاجة اسمها مجمع الأديان الأهرامات وبالهول ومجمع الأديان وفي البداية بدأ يتكلم لبقى على الأهرامات وبالهول ده كلام بسيط جدا مفيش في أي صعوبة أول حاجة بيتكلم على الأهرامات وبالهول إن بنا المصريون القدماء الأهرامات الثلاثة من اللي بناهم خوفه وخفرع ومنقرع الملك خوفه بنا الهرم الأكبر الملك خفرع بنا الهرم الأوسط الملك منقرع بنا الهرم الأصغر تاني المصريون القدماء بنا الهرامات الثلاثة خوفه وخفرع ومنقرع الأهرامات الثلاثة دول بتقع على هضبة مرتفعة في محافظة الجيزة ركزوا في الكلمتين دول كويس جدا غرب نهر النيل عشان تكون بعيدة عن الفيضان الفيضان كان بيجي مصر زمان وبيغرق مصر كلها فهم اختروا ان هم يبنوا الأهرامات دي على هضبة مرتفعة في محافظة الجيزة غرب نهر النيل علشان تكون بعيدة عن الفيضان تاني بتقع الأهرامات على هضبة مرتفعة في محافظة الجيزة غرب نهر النيل لتكون بعيدة عن الفيضان رقم 3 كمان كانوا بيعتقدون في البعث والخلود أي الحياة بعد الموت المصريين القدماء دول كانوا عندهم اعتقاد في البعث والخلود يعني بعد ما الملك أو المتوفي هي توفى كانوا بيعتقدون أنه هو يرجع يبعث مرة ثانية ويعيش حياة اسمها الحياة الأبدي علشان كده كانوا بيعتقدوا في البعث والخلود أي الحياة بعد الموت كمان كان بيتم دفن الملك وكل الأشياء اللي هيحتاجها بعد البعث في حجرة داخل الهرب كذا في الكلام كل اللي أنا شدة تحته خطوطه عرفه أنه ده بيجي في أكمل بيجي في الصح والغلط بيجي في الاختياري كان بيتم دفن الملك وكل الأشياء اللي هيحتاج لها بعد ما يبعث مرة ثانية في حجرة داخل الهرب وبدأ الملك خفرة عركزه بقى في الجزء ده وكويس جدا علشان بيجي في الاختياري كتير الملك خفرة بنى تمثال أبو الهول وتمثال أبو الهول ده كان على شكل إنسان وجسم أسد علشان يكون رمز للقوة والإحماية الأهرامات لأن الأهرامات جواها مقابر الملوك فكان نواخدين أن مثلا تمثال أبو الهول ده رمز أنه يحمي الأهرامات دي من السرقة نقول تاني مرة تانية الأهرامات أبو الهول نقول بطريقة بسيطة جدا وافهموا وعبروا بطريقكم علشان ما تحسوش أن المد صعب عليكم الأهرامات وبالهول بنى المصريون القدماء الأهرامات السلاسة خوفوا خفرع ومنقرع والأهرامات دي ابتقى على هضبة مرتفعة في محافظة الجيزة غرب نهر النيل لتكون بعيدة عن الفيضان وكانوا بيعتقدوا في البعث والخلود أي الحياة بعد الموت وكان بيتم دفن الملك وكل الأشياء التي يحتاج إليها بعد البعث في حجرة داخل الهرام وبنى الملك خفرع علمه أن الملك التاني ده هو هو اللي بنا تمثال أبو الهول علشان يكون التمثال ده واخد شكل إنسان وجسم أسد ليكون رمزاً للقوة ولحماية الأهرامات يعني حماية المقابر لداخل الأهرامات من السرقة بعد كده بقى نتكلم مع بعض على مجمع الأديان ومجمع الأديان ده بيقول لي أن بيقع في مصر القديمة في القاهرة مجمع الأديان يقع في مصر القديمة في القاهرة بيعمل إيه مجمع الأديان بقى تعريفه ده بيضم مجموعة من الأصار ركزوا بقى الأصار الرومانية اليهودية القبطية الإسلامية يعني ده بيضم كل مجموعة الأصار اللي موجودة عندي في مصر موجودة عندي أصار رومانية أصار يهودية أصار قبطية أصار إسلامية ده موجودة في مجمع الأديان تاني مجمع الأديان ده بيقع في مدينة بيقع في مصر القديمة في القاهرة ركزوا عشان الصح والغلط والاختياري بيقع في مصر القديمة في القاهرة ده مجمع الاديان بيعمل ايه بيضم مجموعة من الاثار الرومانية واليهودية والقطية والاسلامية كمان زي ايه بقى تعالوا قلنا نتكلم بقى زي ايه ايه مجمع الاديان ده ايه الحاجات اللي موجودة فيه الاول حاجة موجود فيه حصن بابليون وحصن بابليون ده ده بنية في عهد الاحتلال الروماني لمصر خليكم ركزين في الكلمة ده ادمنى في عصر الاحتلال الروماني لمصر اسم حصن بابليون تاني بنقول مجمع الأديان بيضم إيه؟ بيضم حصن بابليون الكنيسة المعلقة المعبد اليهودي جامع عمر بن العاص السؤال يجيلك في الامتحان أكمل يضم مجمع الأديان مجموعة من الآثار الإسلامية أو مجموعة من الآثار القديمة زي إيه؟ انت تقول بقى أكمل حصن بابليون الكنيسة المعلقة المعبد اليهودي جامع عمر بن العاص أول حاجة حصن بابليون ده ده بنية في عهد الاحتلال الروماني لمصر. اول حاجة حصن بابليون ده تبنى في عصر الاحتلال الروماني. يعني في الزمن الرومان في عصر الرومان لما كانوا احتلين مصر. حصن بابليون ده تبنى. ده اول حاجة. حصن بابليون ده ده عبارة عن صور طويل كده كان بنوه علشان يصد الهجمات اللي هتجي لهم من اي مكان في مصر. سواء من الشمال او من الجنوب. بعد كده رقم اتنين عندي حاجة اسمها الكنيسة المعلقة. والكنيسة المعلقة دي بتعتبر واحدة من اقدم الكنيسة اللي موجودة عندنا في مصر. وسميت. وكمان هي الكنيسة الوحيدة التي بنيت بدون القباب. يعني ملهاش قبة. وسميت بالمعلقة لانها بنيت على الابراج الجنوبية من حصن بابليون وبترتفع عدة امطار عن سطح الارض. يعني حصن بابليون ده بقى منه بوائي كده. بوائي ده. البوائي ده كان اسمها الابراج الجنوبية من الحصن نفسه. الكنيسة دي بقى بنيت على انقاض الجدران بتاعة حصن بابليون. تاني. الكنيسة المعلقة دي واحدة من اقدم الكنيسة. ثميت بالمعلقة ليه؟ لانها بنيت على الابراج الجنوبية من حصن بابليون وترتفع عدة امطار عن سطح الارض. رقم ثلاثة عندي حاجة اسمها المعبد اليهودي. والمعبد اليهودي ده موجود في نهاية منطقة الكنيسة القطبية في الفستات. المعبد اليهودي ده موجود في نهاية منطقة الكنيسة القطبية في الفستات. رقم اربعة عندي حاجة اسمها جامع عمر بن العاص. وجامع عمر بن العاص ده بناه عمر بن العاص في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. اللي بناه جامع عمر بن العاص اللي بناه عمر بن العاص في عهد الخليفة مين؟ عمر بن الخطاب ركز كويس جدا تاني هنقول مجمع الاديان مجمع الاديان ده بيقع في مصر القديمة في القاهرة بيضم مجموعة من الاثار الرومانية واليهودية والقبطية والاسلامية اول حاجة عندي حصن بابليون ده بني في عهد الاحتلال الروماني الكنيسة المعلقة بتعتبر واحدة من اقدم الكنائس وسمية بالمعلقة لانها بنيت على الابراج الجنوبية من حصن بابليون وبترتفع عدة امطار عن سطح الارض رقم ثلاثة المعبد اليهودي والمعبد اليهودي ده بنية في منطقة في نهاية منطقة الكنائس القطبية في الفستات رقم اربعة عندي حاجة اسمها جامع عمر بن العاص واللي بناها عمر بن العاص في عهد الخليفة عمر بن الخطاب اخر حاجة في الدرسة خالص وبيذكرها معايا بيتكلم على العصور التاريخية اللي مصر مرت بيها وذكرت الكلام ده في اول بداية الفيديو لما قلت لكم راكتسوا فيها العصور التاريخية اللي مصر مرت بيها اول حاجة المصر الفرعونية رقم اثنين مصر اليونانية والرومانية ومصر القطية ومصر الاسلامية ومصر في عصر الحديث والمعاصر ده شرح الدرس كله يا حبيبي بتراءة بسيطة جدا وسهلة يارب اكون بقدم لكم معلومة مفيدة دعواتي ليكم جميعا حبيبي بالتوفيق والنجاح كنت معاكم مروة زهرة اشتركوا في القناة